ومن الخرطوم ينضم إلينا خالد الفكي الكاتب والمحلل السياسي سيد الفكي بعد التحية الجديد تبعناه مع مراسل الغد في الخرطوم منذ ثواني هو أعلن بأن قوى الحرية والتغيير قبلت بالفعل الوساطة الإثيوبية ولكن بشروط هل المجلس العسكري برأيك سيقبل بهذه الشروط؟ يعني قطعا لا بد من تنازلات من هنا وهناك حتى تجد الوساطة يعني منفزا لعلى أرض الواقع وتنفز ولكن حال تعند طرفي التفاوض وتمسكهم بمواقفهم السابقة أعتقد بأن الوساطة الإثيوبية لن تجد سبيل في فك جمود التفاوض وإستئنافه مجددا لا بد على المجلس العسكري أن يستجيب ربما على الأقل لبعض الشروط التي يمكن أن تكون مقبولة على رأسي مثلا إطلاق الحريات العامة وإطلاق صراحة المعتقلين السياسين والعمل على تنقية الأجواء السياسية ربما تكون هذه أرضية جيدة لإستئنافة التفاوض فضلا عن إعلان نتائج التحقيق التي تم تشكيل لجنة من النيابة العامة لهذا فربما إعلان نتائج التحقيق ربما يكون هو أحد الأشياء والنقاط الإيجابية التي يمكن أن تشكيل أرضية جديدة طيب سيد ألفكي نعم طيب ما تفضلت به هو مطلوب من المجلس العسكري لكن ما هو المطلوب في المقابل من قوى الحرية والتغيير كذلك بالمقابل مطلوب من قوى إعلان حرية والتغيير أن لا ترفع سقف الاشتراطات والإجراءات لإستئنافة التفاوض فكما هو معلوم بالضرورة أن نسب التفاوض والاتفاقيات السابقة وصلت إلى نسب معقولة وجيدة تجاوزت التسعين في المئة فلابد من المحافظة على هذه النسب والبدء في مناغشة العشر في المئة التي كانت تتمثل في نقطة الخلاف والعقبة الكؤودة فبالتالي لا بد من الطرفين هنا وهناك من تقديم تنازلات حتى يتم تسهيل أمر الوساطة مجددا طيب سيد ألفكي بين ما هو مطلوب من قوى الحرية والتغيير وما هو مطلوب من المجلس العسكري هل ترى أن الطريق ممهد أمام الوساطة الإثيوبية أعتقد أن الوساطة الإثيوبية حتى هذه اللحظة طريقة سيكون شائك وسيكون وعر وذلك بسبب تصلب وتعنت المواقف حتى هذه اللحظة فضلا عن التمسك على الأقل عند قوى الحرية والتغيير بالإضراب والعصيان الشامل الذي حدثه كخيار استراتيجي حدث له الأحد المقبل ليتم تنفيذه هذه الإجراءات أعتقد أنها ستقف في طريق التفاوض والوساطة الإثيوبية ولكن أعتقد أن وجود أحد مستشاري الرئيس أبي أحمد ربما خلال الساعات المقبلة يستطيع تفكير المواقف ويجعل حالة من السيولة ربما تقرب من وجهات النظر أو على الأقل تجعل هناك مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين مما يمحيط إلى اللقاءات مباشرة على الأقل خلال الساعات المقبلة أو الأيام المقبلة طيب سيد خالد بوسطتها في الأزمة السودانية ماذا ستربح إثيوبيا أم هي وساطة مجانية؟ كما هو يعني معلوم وكما أعلن بأن الرئيس أبي أحمد وصل إلى الخطوم هو مفاوض من قبل الاتحاد الأفريغي لتقريب وجهات النظر وربما الرجل يعود ليطرح رؤاه وما سمعه من قوى إعلان الحرية والتقريب المجلس الانتقالي والمواقف المرتضارب بينهم يجعله في طاولة قادة الاتحاد الأفريغي ربما يتم تشكيل موقف أفريغي موحد تجاه دارة الأزمة وإيجاد حلول للأزمة في البلاد مجددا فأسيوبيا هي الآن مفاوضة من الاتحاد الأفريغي فضلا عن أن أبي أحمد يعتبر أحد الرؤساء الشباب والأصحاب الحكمة في القناة الأفريغي فالرجل منذ وصوله إلى سدة الحكم في بلاده استطاع في زمن وجيز أقل من ستين يوما نزع فتيل الأزمة مع الجارة الريتريا التي دامتنا في عشرين عاما فبالتالي الرجل حتى لا نجد مقبولية من قوى الحرية والتقريب المجلس الانتقالي وأتوقع إذا تم تلين المواقف عند طرفي التفاوض أتوقع أن يتم تسهيل إجراءات التفاوض المباشر خلال الأيام المقبلة أشكرك شكرا جزيلا ضيفي من العاصمة الخرطوم السيد خالد الفكي الكاتب والمحلل السياسي